حكايتنا النهاردة عن أحمد اللي شاءت إرادة ربنا أنه يتولد وعنده ظروف خاصة أثرت على حركته خلته يقعد على كرسي بعجل خلت بابا ومامته دايماً خايفين عليه لدرجة أنه أول مرة يخرج فيها من البيت لوحده كان عنده 26 سنة بشكل مباشر أو غير مباشر كل اللي حواليه زرعوا في دماغه وزرعوا فيه أن اللي زيه ملوش أنه يفكر في حب ولا جواز عشان كده كان كل تفكيره في دراسته ومستقبله وبس لما زميله كانوا بيتكلموا عن البنات اللي عايشين معاهم في قصص حب كان بيعمل نفسه مش سامع حاجة وفضل على الحال ده لحد ما داخل الكلية اتعلق قلبه ببنت اسمها زينب زملته كل حياته تغيرت بعت لها طلب إضافة أو آد على الفيسبوك ودخل يكلمها على الماسنجر صارحة بحبه ونوه بيحبها بس اعتذرت له قالت له أنها بتفكر في مستقبلها وبس ونوية أنها تسافر تشتغل برا مصر بس ما سافرتش فضلوا يتكلموا عشر سنين كل يوم كان أحمد يدخل يتكلم معاها كل كم يوم كده في أي موضوع عشان يفضل زي ما بيقولوا حبل الود موجود ويتكلموا على طول لغاية ما في يوم اتفاجئ لقاها كانت بنيت خطبت حس ساعتها أنه مش عارف يعيش وجاله اكتئاب دنيا سودت في عينه زي ما بيقول ودلوقتي بيفكر يتكلم معاها ويقول لها أنه هو اللي يستاهل يرتبط بيها وأنه محدش يحبها قده مش خطبها عشان كده منونا ومشرفنا النهاردة دكتور مصطفى النحاس استشاري الطب النفسي عشان نشوف هنعمل ايه زيك يا دكتور مصطفى أخبارك يا مصطفى الحمد لله أنا عايزة أقول لك على حاجة النهاردة نزعلنا أنه النهاردة ما بنتكلمش في الموضوع ده دايما يا مصطفى غير لما يبقى عندنا في البيت يعني تلاقي نفسك مش مهتم عادي معايشين عادي ليه إحنا كده ده ليه تصنيف نفسي أنه أنا مهتمش بالحاجة غير لما تيجي لأهل بيتي عشان إحنا غاليما مش بنتعاطف غير لما بنحس بالألم يعني مش كل ناس عندها القدرة على أنها تقرأ ألم الغير أو تحس بوجع غيرها فإحنا غاليما مش بنحس غير لما بنتوجه إحنا شخصيا فبنحس ما ده قريب مننا بنحس بمسؤوليته وزي ما تقولي كان فيه عبء وفيه تقل في حاجات إحنا مش شايفينها وراء الأحداث طبعا طب هم ملوش حق أنهم يحبوا لهم حق جدا جدا هم يحبوا والحقيقة أنه فيه معاناة شديدة لأصحاب الهمم والناس اللي عندهم مشاكل يبقى عندهم قصة كبيرة جدا في الحتة العاطفية لأنه هو من حقه أنه يعمل ده بس هو عنده أفكار كتيرة موروسة من العيلة من الحاجات اللي ورسها من بابا ومامته من الطريقة التي تربى بيها من إحساسه أصلا بفكرة الإعاقة يعني إحنا بنحاول نغير الكلمة الكلمة دي مرفوضة أتماما أنه إحنا بنحاول نقول زاوي الهمم ما بنقولش إعاقن إيه حاجة مع الطلاق يا حبيبي إنه بنحاول على قد ما نقدر لأنه كلمة كبيرة جدا زي ما إحنا بنحاول نغير مصطلحات كتير جدا بتتقال على بنات أو مثلا اتأخرت مش عارف إيه اتأخرت عن إيه عارف لو إحنا بنحاول على قد ما نقدر بس الكلمة دي لما تتقال من الأهل هو فيه أهل ممكن يزرعوا جواهم ده وما تركزش اللي في مستقبلك هي المشكلة كلها مش في الكلمة بس هو المشكلة في أثر الكلمة دي يعني في الوصمة اللي وراء الكلمة يعني مش المشكلة أنا بقول لبنت اللي اتأخرت أنها عانس المشكلة أنا بعملها على أنها موصومة فكذلك الشخص اللي عنده اختلاف هو عنده ميزة ربنا حباب حاجة مختلفة طبعاً ده رزق ده رزق بالضبط ده رزق للأسرة بس هو الفكرة أن الأسرة أول ما بيجي لهم طفل عنده اختلاف بيكون عندهم إنكار شديد مش عارفين يتعامل مع الأمر فأحياناً بيدخولوا في دوائر يعني مؤزئة بسعب يدوروا على الجينز وده جي منين وده عيلتك وده عيلتي والولد قاعد يا حبيبي طبعاً يعني ده من عندكم لا ده من عندنا طب نفسيتهم بتطلع عاملة إزاي يا مصطفى أنا عايز أفهم لا الأهل للأهل اللي هما يعملوا كده دول نفسيتهم إنهم مش متزنين معلش ما احترامي لهم فهو كمال في عندهم حمل وده برضو مهم قوي يوصلوا للناس نهاردة عندي ابن مختلف مش معناها إن الحياة بوظف حيكم فيها اختلاف فمحتاجة يعني شكل معين متوازن يعني أحياناً بيحطوا عبق على الإبن التاني إن ده مسؤوليتك طول عمر أيوة إن أنت تاخد بالك منه تاخد بالك منه طول الوقت ما ينفعش تلعب ما ينفعش تبقى طفل إنت لازم تخلي بالك من أخوك أو أختك ده بيبقى مسؤولية مين الحياة إن ده مسؤوليتنا إحنا كأهل ده دورنا إحنا صح ودورنا نكون طبعاً نزرع في ولادنا المسؤولية بس بعقل بتوازن إنك تاخد بالك بس أن محدش يزعله مش تاخد بالك أنه يتورب ما ينزلش ده أخوك إن أنت من حقك تبقى طفل إنت كمان وتلعب وتغلط وتعلمك وكل حاجة عشان ده دورك في الحياة نفسيتهم بتطلع عاملة إزاي لما يحسوا نهم مختلفين يعني المختلف في مجتمعنا ده بيحس بإيه الحياة نفيه بيحس بحاجة كتير أولا من الضغط المجتمع الشديد فكرة الوصمة زي ما كنا لسه بنحكي كده تفرق معهم جدا جدا وفكرة الوصمة بإن أنا أحده إن أنا أحط له الأعاقة فعلا بحط له عائق في طريقة طوالوقت بحط له طوالوقت بحط له طوالوقت بأنه يتحرك مع الحياة فطولوقت أنا بوصمه بنظرات بطريقة التعامل بإحساس بالصعبانيات كتير جدا جدا من ذا يهم عنده مشكلة مش عايز صعبانيات مش عايز الناس تبصلي وتقولي حرام يعيني عليه مش عايز الإحساس ده إحساس مؤلم بالنسباله بس إحساس ده الحاجة الوحيدة نقدمها للأسف الشديد وحتى طلعوا أمثال مرعبة أنا أعزك في مجتمعنا لأننا مثلا واحدة من الناس اللي حتى لا يعني حتى في الراديو أنا بحارب نص الأمثال الشعبية اللي تعملت لأنها مش مناسبان دلوقتي مش حقيقية يقول لك كل ذي اختلاف أنا هساميه اختلاف جبار صحيح شفت المثال شفت وحشته صحيح يعني حتى وانا بذكر القصة عالت تقول طيب ليكت هم جابوها منين؟ أو ليه تتقال كده في مجتمعنا؟ وهل دي حقيقة؟ لا أول فكرة كلها أننا نهاردة لو عندي نقص وأنا عندي إحساس بالنقص بيكون عندي مشاكل نفسية فإحساسي بالنقص ده مهم جدا يعني إحساسي أن أنا شايف نفسي شخص مكتمل ولا شايف نفسي عندي نقص شديد أو شايف نفسي عندي أعاقة فالأعاقة دي مخلييني مختلف عن الآخرين بشكل سلبي فالقصة برضو مش في الظواهر الجسرية هم خافوا مني فقالوا أن أنا جبار؟ خافوا مني أو شايفوا مني رأكشنات عنيفة لأن أنا من الغضب المتراكم جوالي اللي مش بعرف أتعامل معاه بطلق أحيانا رأكشنات عنيفة وأنا مش وعي لو تشنج أو بيبقى شايلين كتير شايلين كتير ومش بيعرف يترجم مشاعره غير في عصبية أو غضب فبقى غضبان من حاجات كتير فأحيانا بيطلع منه بشكل فيه عنف أو شكل فيه تحكم وسيطرة شديد أو بيبقى متصلب في رأيه جداً جداً طب وليه 26 سنة ما يخرجش يا مصطفى لمعاه هو ده طبيعي؟ أكيد مش طبيعي طبعاً فيه تحديات في بعض الأحيان لأنه مش كل مثلاً الأماكن مجهزة لاستقبال الكلاس المتحركة مثلاً دي من ضمن الحياة اللي هم بيوجه فيها صعوبة طبعاً بس كمان الأهل محتاجين عندهم شوية مرونة في الحركة يعني نسيب له مساحة أنه يتحرك نسيب له مساحة أنه ياخد تجربته لأنه مش بنتعلم بس بالطلقين بنتعلم بالتجربة والخطر أنا فعلاً نفسي الحلقة دي أنه الناس تبتدي تاخد بالها وأنه الموضوع ده يتسلط عليه الضوء أنه فعلاً أماكن كثير جداً ما فياش كرسي بعجل أنه يتحرك وانا عندي حتى حد من صحابي وبنزل معاها ما بنبقاش عارفين أنه تصار يعني هو بيتها مثلاً هقول ربنا يبرك لهم وبحترمهم جداً أنهم حط الله اللي هي مع السلم اللي هي المنزل ده لكن وإحنا نزلين في أي مكان إحنا مش عارفين نتصرف إحنا مش عارفين نطلع سليل مانا طلع سليل مانا إزاي بالكرسي أو إن إحنا هنحاور إن إحنا نسندها أو أو فياريت يكون ده حاجة من الحاجات خلي بالنا منها كان لسه حد عندي لسه مبارع بتتكلم معي على قصة الكرسي وإنها في مكان مبنى لسه جديد يعني مبنى لسه عاملينه وكالبين عليه أنه مجهز للاستقبال بس حتى يعني جات مثلاً تدخل حملة بقى بسيطة ينفع نعملها زي ما تقولي دي حاجة بنحطها على السلم بس عشان تسعيدهم بس هم مفروض هم بيقوا في مدارس لوحدهم ولا إنت مع الدمج يعني أنا أحياناً أنا مع الدمج بس بيصعبوا علي قوي مستعد عليهم حمل لأ الناس بقيت صعبة قوي يعني أنت دايماً بتقول أنت رساً جاي بتقول إيه من دروحين ما بيحسش بقلم اللي قدامه يعني ففهم حتى يجي يقولك حتى وإنت اللي قدامك فيبتلاء تأدب عشان أنا ممكن أكون أنا أقوى من اللي قدامي فأنا حط عليه حملها يا أمي يا أمي يكسر الدنيا أو أو يجرى له حاجة فيه ناس بجد بقى يجي لها جلطات من كلامنا الوحش فالأسهل إن إحنا نعمل دمج ولا إن إحنا نوعي أكتر ولا إحنا نعمل إيه هو الدمج مش أسهل هو الدمج فيه زي ما تقولي كده فيه تحدي لا تحدي رهيبة وفيه ناس تسعب تاخد شادو إنه يبكون معاه شادو وحد يبقى معاه ما يفرقوش أو واحدة تاخد بالها منه عشان يعرف يقعد مع الأطفال صحيح بيستطيعنا حسب نوعي الاختلاف اللي عنده أو المشكلة المرضية اللي عنده حسب طبيعة المرض دي لو كانت شادو طيف توحد أو توحد في بعض الأمراض ينفع معها جداً الدمج وفي حاجة أكيد لا ولكن لو أنا نبتكلم النهاردة مع الدمج فالدمج ده عشان يعرف يعيش في المجتمع يعني بيعرف يعيش في مجلسة فيها اختلافات فيتعامل معها فكذلك في المجتمع يبقى ده الوضع استخيل يا أخي أنا لما دمكت واحد صاحبه نضحك عليه وراحوا تفرجوا على أفلام إباحية طب أعمل إيه؟ يعني يفصلنا المراقة ولازم العيال كلها نمشوا وراها؟ لا مش لازم نمشوا وراهم خالص بس مهم نزرع فيهم مفاهيم يعني بنعلمهم الصح من الغلط وبنوعيهم أن وارد تلاقي من صحابك اللي بيعمل الغلط بس أنت تبقى عارف أن ده غلط أنا يعني بتكلم هي ملاش دعوة أصلا بزاوي همم أو أنا بتكلم على المراقة عموما طب هل أنا بسألك أخب بلي ولا لو أنا مسكت تليفوناتهم لو حد مثلا عنده مراقين هل ده من حقي؟ يعني أنا أخد الـ Password بتاعت الموبايل والله لحد سن معين أنا بقدر أعمل يعني يعني بقدر أتابع اللي هم يتفرجوا عليه أو بيشوفوه لحد يعني مرحلة معانا بس في سن المراقة ده صعب شويتين من عايزة شوفهم بيعملوا سيرتش على إيه معلش ما أحترامي ليهم على اليوتيوب أو على جوجل أو على واتفر أنا من حقي كأم لو أنا عندي عيال أقول لهم إديني Password يا حبيب بتاعتك فتح لي موبايل لو هو مراهق لا ده مش من حقي يعني أنا لما أقف الأباط لما بيجوا أو الأمات لو ده فتح لي موبايلك كده أنا عايز شوفها فيه مش حقه ده مش حقه لأن ده فيه اختراق لخصيتي ده موضوع ما يحتاج حلقة تانية فعلا ده بقول لك إيه الأمات ده ده أنا أقرى دماغه لما أرى موبايله فيه مفترض أنا أقرى دماغه من تواصلي معاه من هو عامل إزاي من إخلاقه عامل فيه هيتحك علي هيخاف مني حلو جداً أنا مش هايزة أخوفه مني طيب ما لعمل إيه وإن أنا فتحت الموبايل مرة هخاف مني أكتر فهيبقى عنده طرق لأنه يستخبأ أكتر هيمسح على طول يبقى زي ما الرجالة بتمسح لما بتيجي تكون مراتاتها هيبقى ناصح أنا أشطر من لنا في التكنولوجيا كلها طبعاً أنا أشطر أنا في التعامل مع السرش والتعامل مع أنه يمسح إيه ويشوف إيه هو أشطر من أهله في ده فبالتاني مش هينفع رأبه بإن أنا أخترق حدوده بس أنا أحترم الحدود دي ووضح له إليك حدود بس مهم إن إحنا كمان يبقى عندنا شكل السكرينينج أنا من الوقت للتاني محتاج أسألك أنت بتعمل إيه وإنت حتقول لي ما أنا حصدقك يعني لو كان أهل أحمد سألوه أنت بتعمل إيه وكان قال لهم كان يعملوا إيه كان يقدروا يحتوي الموقف لو هم أهل متفهمين يعني متفهمين ابني في حطرة المراقق والد يحصل له ده والد يتفرج على ده والد نعد من صحابه يفرجوا على حاجة مش مناسبة فحنا نتكلم معه ده نتكلم في أثارها النفسي عليه ما هو زي ما حكى بالضبط ما يثبت عنده أثر نفسي رهيب بعد كده دخلته في دائرة عزلة رهيبة فهي مش حاجة صحية هي حاجة مؤذية نفسان جدا بس المراقم محتاج يفهم أثارها عشان هو شخصين عارف يتفداها يعني يقف أثارها عليه حتى بعدين في علاقته الزوجية في إدراكه أصلا إن هي حتى بتديله تهيوئات وتخيلات لحاجات مش موجودة أولا هي إدمانية جدا يعني هي أمر إدماني جدا جدا وبيوت كتير جدا دلوقتي بتعاني من الأمر ده حقيقة والزوج مدمن للفرجة على الأحيات بتشوفها على الفيسبوك كل شوية مصطفى نقل نسكرول نلاقي بتقول لك أنا جوزي كده وبلا يعد لوحده وما كنت شعب وده في العادة بقى بنشوفه كتير بيصل لحد إن هو بيهجر زوجته إن هم مش بيقرب لها من كتر ما هو مدمن للقصة الإباحية هو خلاص بقى بيلاقي نفسه في الحتة دي بس فمش بيعرف يتبسط في العلاقة الطبيعية آه طيب عايز الوهم اللي بيحصل ده وهم بالضبط فالوهم ده بيدخله في دائرة إدمانية ودائرة اعتمادية هو بيعتمد عليها فمهم نوعي المرهق من بدري لأصل الكلام ده عشان يبقى فهم ده بيوزي لفين يعني الأهالي ممكن تتكلم مع عائلها في الحاجات دي أهالي مهم جدا يتكلموا عمولاتهم إزاي؟ عندما أنت لما بيجي طفل يجي يقولك يا بابا هو أنت جبتني إزاي؟ ما بيردوش عليه بيرتكسف ونحتاس آه أو بيزكوتوا أو بيزعقولوا هو مين أصل تفكيرك وصل لكده في إزاي؟ أفكار دي منين آه أديني صاحبك عرف لو صاحبك مين مفوضة إحنا نرد على الأسئلة دي عادي جدا يعني فيه تربية جنسية بتتم من الطفولة من الصغر وبتتعلم دلوقتي في المدارس وأتكلم في حدود الأدب وفي سياق العلم الحاجات التي تتها مفوضة تتعلمها مش أكتش صح جدا جدا وبعدين كل سن حيفهم حاجة يعني كل مرحلة عمرية الطفل الصغير لقبل سبع سنين فيه حاجة مش حيارة يفرقها اللي أكبر شوية محتاج معلومات أوسعة شوية بشكل يفهمه طيب والمعلومات اللي ما بتيجي المصدر موصوق منه الأب الأم مدرس إن حدي بيدلرس له ده بشكل علمي أفضل بكتير ما تجيله من صاحب المراهق اللي حيقول له معلومات كلها مغلوطة بس طب لو الأهل قالهم معلومة ومعجبتهمش ماعجبتش الأولاد آه انت بتتحكي عنه تيام هم بتقولي أنا سعب بشوف عيال بتبقى إنه إحنا فرينلي فإحنا البصاط أحمد يزولي يا ماما تشوط لي أيه كلام أماما ده أنا صاحبتي قلتلي مش عارف طب عايز تقوم طب في الحالة دي نضرب يعني عارف شهولك طيبية جميع أضرب بقى أضرب بقى أخي عارف اللي هو يعني لأم أسلحة الأمات طب ما إحنا ما إحنا كنا منضرب عادي يا مصطفى بكنا كوي نسيف الجيد ده تخصه بتعلم تكنولوجي أكتر مننا وأسكى مننا وبقى حساس أوي ما إحنا يا قوي مكنش حساسين قوي كده صاحب بس أول فكرك ولا مش عازل نوصل إلى حد الضرب يعني ممكن فيه حاجات نحط لها حدود ده لو ما كارلش تصبح عليك كده بالمجل في إيديها وتخبطك بيه ما تحسش إن الدنيا جميلة فإن أنت مش راضي عني يا أمي شمش بالطائر بالوقت تلاقي العيل فعلا أنت بصي لها البصة يعني بتحسن أنت أعرف اللي هو جرحتهم في حساس شرخت الولد نصي ده بجد ولا هم اللي سمعوا كلام ده من الإعلام مننا لا خالص بس هو الفكرك ولا أن فيه فرق ما بين الاحترام ما بين خوف يعني ممكن أبقى خايف من حد بس أنا مجوش بي له احترام والمشكلة كلا بأن أنا نهارده لما بضرب وبزعق وبكسر وبحدي فعليه ما عرفش إيه هو حيخاف مني فحيخاف يكرر الفعل فعلا يعني ممكن ننهي المناقشة بأنه حيسمع كلامي بس أنا كسرت عنده هو شخصيا حاجة في شخصيته أنه مش بيعرف يختار مش بيعرف ياخد قرار لما يجبر فأنا كسرت في حاجة يعني لما الطفل يكون بيقاوحني دي حاجة حالو لما يكون بيقاوحني دي حاجة مش بعشة بس يقاوحني بأدب طبعا ويكون فيه حدود للمأوحة دي والعند في الطفل بيخليه شخصية قيادية فيما بعد يعني غالبا لما يبقى عنادي وأقوله ما تعملش كذا أطفال العناديين غالبا بيقوا شخصية قيادية لما بيجبره طفل العنادي بقى أنه مش عاجبه الوضع اللي هو فيه عايز يغير حاجة يبقى عنده فكر خاص لي ولما يقنعك يبقى بقى حاجة أقوى وأقوى بشيادية يعني يعند معي ويقنعني بصف أنا مش عايز أكثر عنده أعايز أعلمه مهارات للتعبير إزاي يحاورني مش يحضي دب دب إزاي يحاورني مش يعمل تصرفات مستخبية غلط أحمد نوع شخصيته إيه ولا هو هيعند ولا هو هيبقى قيادة صحيح أحمد أفويدنت اجتنابي اجتنابي يعني إيه يعني هو اتربع لديرة العزلة فعاش جوها أكتر وظروفه خليته يعيش مع الموضوعها زيادة يعني هو صدق إن أنا ما أقدرش عمل حاجة في الحياة مع إنه بيعمل إنه بياخد خطوات كبيرة في حياته وراجل درس واشتغل وبنى لنفسه حياة وبدأ ياخد فيها خطوات فهو لما بيبقى عنده يقين في حاجة بيقدر يعملها بس هو عنده اقتناع تام إنه عنده عقبة مش حقدر يتحرك منها بس هو خلى إن كل بنات حتى صحابه كلهم إخواتي هو هو اللي عمل كده ولا الظروف فرضت عليه كده ولا هو مكانش نفسه في كده هو بيحكي يعني هو ابويدنت جدا ماشي بس هو مش شخصية اللي هو بيقوله عليها اللي هي السلبية اللي هو شخصية أنادية سلبية لا لا خالص هو عنده حتة الاقتنابية دي جدا جدا ولكن هو برضو حط يعني فكرة إننا نهارده عايش في قصة حب سنوات قصة حب أفلطونية مش بيحصل فيها إي أحداث إيه قصة حب دي صحيح ما هي دي يعني يعني عشر سنين بتكلمها على الفيسبوك وتكلمني وشفتها مرة كده بصوته ده زي بالضبط طبعا بيحصل بالعكس كتير إن فيه بنادة متعلقة بعلاقة لسنين من غير أي تواصل يعني إيه يعني عبارة يعني هبصله كده أقول هو بيحبني ومعجب بيه أو إن أنا بحبه متعلقة بيه وشايف إنه هو ده حب حياتي أيوة على إيه وحب حياتي وقال لي إيه عشان أعرف إن إحنا في حب حياته ده على الصورة الزهنية اللي عندي أنا النهارده معرفش ساري أنا معرفهش خالص غير عن بعد فتخيلت شيء معين رسمت السيناريو في دماغي وعيشت بهذا السيناريو زي ما هو حكى بالضبط هو ده إيه هو أصلا تعامله مع زينب اللي هي البطلة القصة كانت تعامل محدود جدا بس إن التعامل ده هو بنى حياة كاملة بنى إن أنا بحبها وإن دي أكتر حد حبيته في حياتي وإحنا أصلا ما تعاملاش مع بعض بالقدر الكافي يعني أنا أسمع عن كده بس نوع سأني يقول لك دلوقتي بقى مصطلح نوع أنا بكرش عليه أو هايز ماي كرش فحيح بس هايز ماي كرش فور مش مش لونج ترم يعني مش فترة طويلة حبيبتي كرش بيبقى شهر شهرين بنتحك كلنا وليل صحابي وإيه ده أنا معجبة بيه أوي لكن هلأ ممكن نبني الكرش أو القصة دي عشر سنين بسوا بموضوع ده مهم أوي الإعجاب أو السبارك اللي بيحصل في الأول أو الحتة الكرش اللي في الأول دي مش بنبني عليها علاقة ده حبيبي بتفوق على وهم تقع إيه على جدور رئابتك كده أو ما يفتح بقه أو إن أنا كمان نتعلق بيه فوقف حياتي يعني أوقف حياتي إن أنا أشوف اختيارات تانية أو أشوف حاجة مناسبة لي لمنجرد إن أنا أوقف مع الإعجاب ده فعشت معاه لسنين فبحبس نفسي جوة الدائرة دي وده بالضبط اللي حصل معي فبقى ده عشان يطلع من الحوار ده إيه يعني ياخد قد إيه عشان يتعافى ويبقى كويس جميع أوقع وحشة طبعا وقع وحشة بس أنا محتاج أعترف لنفسي إن اللي مريت بيه ده مؤلم يعني إلا أنا في حالين واجعني وفيش حاجة بتوجه عكتر من كده يعني فكرة إن أنا النهاردة نفسي في حاجة مش عارف أوصل لها وقعاد أتفرج عليها عن بعد فده شيء مؤلم جدا وإحساسي إن أنا في إيه دي حاجة عاملة ومش عارف هي إيه إن هو بيسأل نفسي طب أنا روح تصرحتها بمشاعري دلوقتي إن أنا قعدت بتسألك السؤال ده بقى هل هو ممكن يروح يعمل لها كده ما هي غالبا شايفة هي برضو عندها جزء من القصة ما هي شايفة إن هو معجب بيها من أول ما بدأ الموضوع خالص من أول ما بدأ التواصل أكيد عليها غلط هي مع الشميتوس أقمى النهاردة لما أعرف إن حد معجب بي وأفضل على تواصل معاه وبيفات فضلي وبيحكيه بقى أنا عندي مشكلة تسمع عن نظرية اللي استبني صحيح اللي هو ساعات بنات بتعملها يعني مع احترامي ليهم بس ده ده حرام قوي ده ربنا مش هيسبكم إنه أنا أبقى شايلة ده على جنب لو متحد مجاشة وفؤادة هو وبيحبني ويتمنى لي الرضا أرض لو مش عارفة محمد مجاش حسنة هو بيحبني جدا و هيعيش معايا و هيقبل بي مش في بنات بتعمل كده في بنات بتعمل ده وده مرفضة عن البنات ده استخصار أنا مستخصار إن حاجة تروح مني أو خايفة إن حد أفقد ده ومحاجد شوعة جبية بس في حد بيعمل حاجة تانية بيعملها بفكرة نها أنا مش هايز ضيقه مش هايز أزعله حتى لما الأغنية قالت حتى بقولك إنه ثقافتنا فيها حاجة كتير غلط إنه أرجوك أوعد غير أنا حوالي كتير لكن قلبي معاك وفاهمه مخلص لك بضمير يعني ده علي ست منينا كده أهو يعني فاهمه اللي هو بتلاقي إنه بتبقى عايزة كتير بس ده مش مرض صحيح ما قدرش أصنفه للا مش مرض يعني لو عايز أغيس حد أقوله أنت مريضة يا بنتي عشان بتعملي كده أحيانا بس ده ما يصنفش مرض بجد يصنفش مرض بيصنف اضطراب اضطراب يعني سلوك غير سوي سلوك غير سليم يعني مدر ليه عشان البنات تبقى عارفة أن ده حرام وسلوك غير سليم ولازم تتعالج لو عملتي كده في الناس ما يعني بتعملي كده في الناس فأنتي شخصيا بتتأذي لأن أنت بتي بي مشتتة لأن في طول الوقت مش عارفة أنت عايزة إيه وغالبا أنا طول الوقت عندي أحساس أن أنا حفقت حاجة أنا مش حاسس أن أنا كفاية بزي ما قولك أحيانا الطرف اللي هو يعني زي ما هي زي ما وقفها كده بيبقى صعبان عليه أنه زعله أنا مش عايزة ضيقه مش عايزة يحس بمشاعر وحشة فأدمره خالص ففعلا بأدمره يعني أحيانا الجرح اللي هو اللي بنعمله مرة واحدة ده بيكون رحيم باللي قدامي غير المفضل سيب أمور كاملة يا رحيم طب ما أنا لو قطعت معايا ممكن يضايقه التصرف السليم كان يبقى حلو أمهانا لو ضايقته النهاردة أنا رحمته من عذاب عشر سنين بس هيكرهني هو عدد علي يا مصطفى هو مش هيكرهني لو عارف أن أنا أنا محبتهش ما عنديش أي حاجة نحيته مش أن أنا دلوقتي مش مستعدة للارتباط طب لو زن علي تاني عمله بلوك لا مش حامل بلوك بس حابة عيد نفسي مش حابة متواجدة طول وقت مش حابة بتوصل طوله بالضبط مش لازم أرد في أول مكلمة مش لازم كل ما يكلمني نرد ونتكلم ونحكي لازم أخذ مسافة بعد عشان عارف أنه عنده مشاعر مش حتطفي في يوم وليلة فمن باب الرحمة به إن أنا أبعد شوي يعني هي كان عليها غلط عشر سنين أكيد أكيد لأنها وعية وشايفة هو بيعملها إزاي وهو حاس نحيتها بإيه طب ما فوضي يحكي الأهل وعلى حصل ده ولا لأ طبعا حسب طبيعة الأهل متفاهمين ولا لأ حيستوعبه ده ولا لأ فمن حق فيه يجيب شقة وفي الإسكانة الاجتماعية يبقى أكيد شقة يبقى هو عايز يتجوز وعايز يبقى عريس يبقى أكيد في حد في دماغه صح بس ممكن يكونوا فاهمين إنه عايز يتجوز بس مش فاهمين إنه بيحب لأي عمق أو مش فاهمين عمق مشاعره أو حيقدر المشاعر دي بشكل جيد وفكرة ارتباطه مش فكرة مستحيلة بس هو محتاج يسعى لنفسه ومش للبارتنر يعني هو بيحكي إنه بنا حياته كلها هكول أحب ينجح فينا لنفسه ومش للبارتنر فده الأول ثم بنشترك مع بعض أبقى شخص مكتمل وبعدين بقى شركة مش إن أنا بقى عندي حتة جديدة ساعتي مش جاي سعيدني لأن أنا عمري ما أبقى سعيد طب أنت شفت القصة دي يعني هي قصة حقيقية بس أنا عايز شوفها في الحقيقة شفتها في الحقيقة مع حد كتير جدا لا كتير جدا لا أقول لي بقى أنت يعني نفس القصة أنا جات لك العيادة وقعت معاهم وكلمت معاهم كتير جدا طبعا لو أبنتكلم عن حد عنده هذه الظروف فده بشوفه كتير والقصص العاطفية معاهم بتبقى مؤلمة جدا أيوة أنا عايزة أما بالك إنه إحنا بنبقى متعشمين وعايشين في قصة يعني أنا مش هتكلم حتى على ظروف أحمد لأن أنا مش معتبراها لأنه لو هي من الأول كترفضة كترفضت وبطريقة أو لا أبأتكلم أنه لما حد يفضل قاد مع الشمك مع الشمك وانت قاد عشر سنين في الآخر بتفوق بقى على وهم لما يكون حد حاسس أنه فيه عيب أو إحنا بنبقى عارفين عيوبنا يعني إحنا كل واحد فينا عارف عيوبه إيه والناصح اللي يلعب على مميزاته الدبل عشان عيوبي تتشيل فأنا مش وانت شايف عيوبي انت شوفه حسنات مميزات هو مش عارف يفكر في ده فهو دلوقتي بيلوم نفسه ألف مرة بتعمليه معهم بقى في الحقيقة لما هو عارف أنه عنده عيب فأقولك أكيد خد باله إن أنا مش عارف إيه خد باله إن أنا عصبية أكيد خد باله إن أنا مثلاً رضي ممكن ما يعجبهش أو أجوبتي ممكن تبقى أجراسف أو إيه هو مش بيلوم نفسه ألف مرة بس ده كلام عظيم في حاجة يبقى مهمة جداً إحنا كلنا عندنا عيوب كل البشر عندها طبعاً مفيش بني آدم كامل جميل بس الفكرة إن أحياناً بقى في ناس عندهم كأنه يعني لابل كده كأنه ماشي باللعيب بتاعه وبين للناس أنا لعلة اللي عندي مثلاً إن أبويا عنده مشكلة قضائية ما مسجون ده خيال وصير خير أنا ما تعشرش أرسل أنت ماشي بيها ليه هيا الفكرة كلها إن أنا مش عايز نمش بيها كتايتل ده مش بيعرف أنا مين ده مش الـ ID بتاعك ده مش بطاقتك الشخصية يعني العيب اللي عندك أو اللي أنت شايفه مترجمه عيب هو عند غيرك مقبول اللي أنت شايف إن أنت ما ينفعش تتقبل بيه في غيرك حيقبله فأنا محتاج متعاملش مع نفسي بشكل في تقليل ثانياً لو أنا عندي علة مثلاً عندي مشكلة جسدية فاللي قدامي حيشوفها أول ما حيتعامل معايا فذي أحياناً بتبقى الفلتر للناس دي بتبعد عنك الأشخاص الغير مناسبين من البداية الناس اللي مش شبهك اللي مش حينفع التعامل معاك مش هتستوعبك فده فلتر جيد مش سيء بس المهم إن أنا بقى قابل العلة اللي عندي وزي ما أنت قلت بالضبط كده إن أنا بزود مميزاتي يعني بشتغل على الميزة فبتفرج عليها جوايا فببرزها منعرف اللي قدمي جاي غزني إن أنا عندي عيب في كذا لأن أحرق لك دمك إذا أنا مبسوطة بيه أحرق لك دمك أكتر إذا أنا مقبولة بيه جداً المفروض يعملوا كده صح أو غير إن أحرق لقدامه طبعاً أحرق لقدامه دي حاجة جميلة أنا كمان أشايف قيمتي أم أقدار القيمة بتاعتي حطاني الميزان عشان أعرف أحرق لقدامه لازل يكون وصلة لحاجة من التصالح مرعبة اللي هو إنتوا شايفين لي كده معقول أمالين يا جماعة بصح الصفحة ما مشوفش الكلام ده في مراية يعني أنتوا كون متصالح مع نفسك أنا I know أنا عندي إيه وما عنديش إيه وربنا بيديش كل حاجة فخلاص صح جداً جداً نعمل إيه بقى أحمد بقى روشدت بقى أنت الدكتور روشدت الأحمد أن أرجوك أحمد اللي أنت بتمر به حالياً قد ما هو مؤلم قد ما هو ممكن يغيرك للأحسن الألم إحنا ننمو بالألم إحنا بنتطور لما بنتوجع فالواجع ده ممكن يطورك لمسخة أفضل بكتير أنت راجل عندك قدرات كتيرة جداً بتشتغل عليه أنت راجل بتطور في شغلك بتطور في تعليمك بتطور في علاقاتك فمحتاج بس تسمح نفسك بالتجربة والخطأ يعني دي مش آخر علاقة في الدنيا دي علاقة أنت تعلقت بيها لسنوات والألم اللي أنت فيه ده سيب له شوية وقت حيعدي بس بعدها اسمح نفسك بتجارب بتجارب مناسبة ليك مش تجارب عن بعض ما عودش أسمع بقى أغاني حزينة ما عودش مع عزز ومعيط وبموت جواي وببكي على حالي والدي صح؟ لأنه ده بيزود بيزود الوجع ومش بيساعدني يعني مش بيخرجني من اللي أنا فيه فبدخل في دايرة من التقنيب أكتر بكتير وأكتر حاجة بتخلينا وقفين مش بنعرف نتخطة هو التقنيب هو جلد الزيت لما عود أقنب نفسي إن أنا السبب بس أحمل مش عارف يعملها الواحد ولازم تأهيل نفسي طبعاً محتاج المساعدة جداً جداً طبعاً نورتني يا مصطفى بنا خليك تانكي